جمال الشوط الاول الزمالك والجيش الجيش رائع 1-0 للجيش الزمالك مش موجود كارترون مدرب كوميديان انت اول الدوري اللي انت ملغبطه ده ماشي لو انت مثلا خسرت اول الدوري في الثالث في الرابع غيروا لغبط اللغبطة دي وجرب جرب ليه انت غايب عنك اوباما الوحيد هو الاساسي شيكابالا انت اصلا بتلعبه وكنت احتياطي هو اوباما بس هو اللي غايب عملت حاجات غريبة زيزو غريب قوي زيزو جربت انت قبل كده تحت الفرود لقيته بيمين ناحية اليمين كان هو عبدالله جمعة في المطش ده اكنهم لعيب واحد النهاردة تبدأ بيه تحت الفرود زيزو اللعيب اللي بيمسجه الكورة متعارفش بيعمل ايه اللعيب اللي هو صانع الالعاب ده اللي بيبقى قدام طريق حامد وساسي اللعيب ده لازم يبقى ليه رؤية افشف الاهل بيمسجه الكورة بيمشي الفرودة بنعرف هو عايز ايه عبدالله سعيد بتعرف هو عايز ايه ابو تريكا بتعرف زيزو من اللعيبة اللعيب كويس جدا بس على الخط ياخد ويجري وهجم زي الكورة الوحيدة اللي الزمالك في الشرط الاولاني اللي زيزو كان هجمة مرتدة وزيزو اتطرف فيها ناحية يمين هو زيزو ما بيلعبش يمين النهاردة بفروض كارترون تلعبه في مكانه يمين واسلام جابر يلعب جنب طريق حامد وساسي هو صانع علعاب لا اسلام جابر متواجد كمهاجم ولا زيزو عارف يلعب الدور ده ولا ساسي موجود ساسي ما تعرفش وبيلعب مع الجيش ولا مع الزمالك كل ده الشرط الاولاني هدف عمر جمال ملعوب هدف عمر جمال مزيكة رائع هو ده الناتج بتاع السيطرة نادي الجيش على المباراة الزمالك شكله يدحك بسبب كارترون وافكاره استنوني تحليل المباراة بعد المطشة على طول شكرا